قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الجيش السوري حاول مهاجمة الطائرات الحربية الاسرائيلية يوم الاثنين لكنه لم ينجح وردا على ذلك دمرت الكوات الجوية الاسرائيلية موقع المدفعية في سوريا كما صرح بان اسرائيل لن تتسامح مع اية انتهاكات واشارت قوات الدفاع الاسرائيلية الى ان الطائرات الحربية الاسرائيلية تعرضت للهجوم اثناء قيامها بمهام على الحدود الشمالية اما وسائل الاعلام السورية فذكرت ان اسرائيل هاجمت منشأة عسكرية في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا تلك الليلة مما اسفر عن مقتل جندي واصابة اخر منذ اندلاع الازمة في سوريا هاجمت اسرائيل مرارا اهدافا في سوريا والاسباب التي ذكرتها اسرائيل كانت اساسا للتعامل مع التهديدات الايرانية وردا على الازمة الداخلية دعت الحكومة السورية ايران الى ارسال مستشارين عسكريين الى سوريا الامر الذي عارضه الجانب الاسرائيلي بشدة اشتركوا في القناة